طبعا الكلام اللي قبل شو قلت لكم بس تسلية ومقدمة لحق الشي اللي بتكلم عند اللي ما لا شغل في ضربة الراس لكن لا شغل في الاطفال يعني في اشخاص قاموا يتكلمون حين عن برنامج كلاب هاوس برنامج انتشر في الايفون وراح ينزل في الاندرويد 100% راح ينزل لكن في المستقبل اشي طبيعي هذي الشي يعني الخلال وست سانوات اللي رايحت واح ماش يبناد الشي لكن السانوات اللي قبل كله ما نعرف وكلنا الشخاص اللي عرفوا التغنية نعرف قبل 10 سانوات كانوا hablar هو so simpler والبرامجuuuuu Guzmann نسي vedere Looking at roosq Cocozฝ will 그거اث لاندرويد لكن نسي نازس الشي لان خلاص، الاندرويد ملتواسج ومبرمجي نزده في الجهتين عشان يربح لكن هناك برامج كثيرة مثل الواتساب ونزل أكثر من سنة ليس موجود في الاندرويد وكان هذا موجود في الايفون الايوتروا في الانستقرام شمال hola ية اقونات الخاصية الغديم لا يطار Config هى خ collected وبالسنوات كان هناك فتراء distantthe utf وم dejarنا بعلن الآن في جهة Octave ولكن لا ا biting احبна استخدم الايوتر Future نحن برنامج نزل لكلوب هاوس ما هي بكرة البرنامج؟ البرنامج هو الأصل للمشاهير كبداية ويعطيك دعوات يعني بدأ دعوتين لحق شخصين مثلا موظفين موظفين هذو نحصلوا دعوتين لحق أشخاص ثانيين ولأشخاص ثانيين كل شخص اللي تدعوج لدعوتين عشان يرسل حق الأشخاص اللي موجودين عنده بالأسماء اللي عنده لازم لازم يكون الأسماء الشخص اللي بتدعو رقم جواله عندك في الجهاز وبعد سواء سوئين حين يعطونك مرة ثانية دعوتين كده لشان ينتشون وبدأت مشاهير مشاهير في مفنانين أجانبين كثار موجودين فيه في يوتيوبرز كثار موجودين فيه يفتحون موضيع خاصة فيهم يعني بعض اليوتيوبر يتجمعون ويفتحون لك وانتسمعهم عن مشاكل اليوتيوب مثلا بعض الأشخاص يتكلمون لك عن الأغاني بعض الأشخاص يتكلمون لك عن التجارة ولا شكل واحد والقطاع خاص القطاع اللي هو يحبه ويشتغل فيه ويتكلم فيه طيب جنت شرعندنا في الدول العربية من ممكن بداية السنة هذي ومن سنة راحة تبدأ بس اننا أتوقع ان بداية السنة هذي الشهر اللي راح هو اللي شوي بداية يتكلم عن في الدول العربية نزلتها عجبني ما في شيء في كل شيء يعني خلاص تبي كامل برنامج مستحيل يعني دامك انت على انترنت تعرف شلو من انترنت انا عجبني قلت في درجة انه بس ما ابي يوصل لمرحلة ان الكل ينزل وتوصل لمرحلة ان شخص يفتح لك غرفة صوت يشكل لغاني فيها ما بيتوصل لذي المرحلة يعني بعض اشخاص خربوها في البرنامج بعض اشخاص انسلت في التويتر الاشي هذي جلسين يشتغلون خطبات كل واحد يطوله ومدري شنو هي بيخطب ما ليش يغل في دي الشي يعني في حدود لحك البرنامج موجود انك مثلا حين لغرومد اللي طلع عنك كل هالي خطب ما طلع عندي في الجوال ليش لان ما عندي شخص من الاشخاص اللي ضيف همانا في البرنامج عنده صديق من ذال الشي فأبراح علمكم القصة كلها كيف توصل لحق القرف وكيف تسمع لهم فبعض المشاهر يطلعوا قالوا لا تنزل البرنامج وهذا خراب وهذا مدري شنو ما انا ما شوف ان فيه خراب يعني هو المشهور اللي قال يتكلم في الانستغرام مثلا هل يحس بنا انستغرام ما فيه خراب ولل مشهور يتكلم في سناب شات هل يحس بنا سناب شات برنامج سناب شات يعني من البيت للمسجد يعني برنامج سناب شات ولا يعني يشوف انه سناب شات واو ولا أشخاص يكلموا في التويتر التويتر وما نقدر استغنيعنا حين وكل الشركات في العالم موجودة في التويتر وتعرف التويتر شن هو تويتر رح تسيرج وكتب وتشوف شو الخراب اللي فيه فما توقع أنه فيه الآن برنامج خرابة نفس التويتر عرفتش كيف؟ فأنك تدم في برنامج بدون أي بس أنه فيه أشخاص يتكلم عن صوت فما أدري أنت بيتصلح الوضع لا تصلح الوضع من نص المشكلة رح أرجع من البداية وتضف المشكلة لا تيجي في وسط الشي أنت قاعدت تتكلم عن انترنت فأبدأ من البداية انترنت ما نقدر نستغل يعني نروح استبتعاني رغابة استبتع هذا البرنامج صوت أنت بالنسبة لك خراب أن تخلي مثلا نولدك يسمع ويسمع الصوت ومش خراب عندك التويتر اللي فيه صوت وفيديو وكل شي الانستغرام مدري يعني فبوجة نظري إذا أصلا الطفل نزل الانستغرام ولا نزل التويتر ولا نزل أي برنامج ثاني الخراب خراب من الأهل إنه مراقبوه يعني أما برنامج كلاب هاوس قد الخرابات اللي فيه موجودة ما أقول لك أي برنامج في الموجود ما فيه خراب إنت داما عطيت ولدك الفرصة يخش الانترنت خلاص أنت لازم تراثب يعني لا تتوقع أن اليوتيوب نفسه اللي تترك عيالك عليه ما فيه خراب اليوتيوب نفسه فيه خراب تيك توك فيه خراب كل برنامج فيه خراب ف كلب هاوس الغرف اللي تنزل لازم يكون الشخص اللي أنت ضايفه الشخص موجود عندك في اسمائك فهذا على حسب الأشخاص اللي تعرفهم أنك ضايفهم هناك وأهم ضايفين شخص ولا أهم نفسهم فاتحين الغرفة دي أو دخلين في الغرفة دي الخربانة لأنك أنت عرفهم وأهم خربانين أو هم يعرفون شخص ثاني برضو خربانهم ضايفين الأشياء هذه عشان تطلع عنك الغرفة فالخراب يكون كلب هاوس يساويينك يا يبني يجذبونك على المجتمع اللي أنت عايش فيه وأنت اللي تعرفه فالمجتمع يقولك أوكي أنت عندك ذر رقم ذر رقم يحب ذي الأشياء فهو مسجل عندنا وقاعد يخش ذي الغرف وهو موجود في ذي الغرفة فأنا نعطيك تنبيه هنا في ذي الغرفة موجودة ويجيلك تحت اسمه لأنه بيكون تشاركون نفس يعني نفس شفتهم هذيك الكلمة نفس المواهب نفس الأشياء فهذا العيب إذا أنت الشباب اللي عندك الأرقام اللي عندك في الجوال أو الأشخاص اللي ضيفينهم اللي ضيفهم وضيفين الأشخاص يتعرفهم وهو هذي الأشخاص من البيت للمسجد رح يطلعون لك قروبات من البيت للمسجد أشخاص ضيفهم الفتحين لك أو يعرفوا اللي حق ريادة العمال أنا اللي مليت منها من البرنامج ريادة العمال وكل شيء تحصلها بعرف أنها يفتح لها بقالة يعني ويبيع لك بخصم ومدري شنه وخلاص يعني ريادة العمال راح تشوف ريادة العمال هناك موجودين أو بتشوف أشخاص مثلا من البيت لأربار فراح تشوف يعني كروكم الله بقروبات خربانا فالبرنامج مصنوع يتبع الأشياء اللي تبيها الأشياء اللي تحبها أنت واللي موجود عندك أسماءك يحبونها وأسماء اللي موجودين عندك أسماءهم برضو يعني الموجودين في فمش الدم على البرنامج إذا كان البرنامج خربان الدم عليك أنت والأشخاص اللي موجودين فيه البرنامج ما راح يطلع عليك أشياء اللي أنت تبي تتبعهم يعني مثلا بعضهم صح فيه زي الكميونيتي أو شي تغير تضيفهم وتتبعهم زيادة هذا الأشياء لا تتبعهم في بعض الكميونيتي صح خربانة فلا تتبعهم ونفس التويتر يعني أحمل تويتر أنا شوفت أقرأ التغنية وكل أشياء دي مثلاً وزوجتي عندها تويتر نفسه لكن تتبع شيء ثاني مش لها في التغنية لقلت لها قلت لي أوه هذا حي الموضوع هذا موجود وفي تويتر شاب وكل اللي يتكلم عنه مش موجود عندي ما شفت عندي في تويتر تويتر نفسه اللي عندها يعني شركة تويتر نفسها لكن اختلاف لأن الأشخاص اللي تتبعهم هي موضوعهم واو ده نار عندها والأشخاص يتكلمون عنه أنا مش نار لأنه مش تغني ومش متبع على شخاص تغنيين لكن نروح في الهاشتاغ في الهاشتاغات راح نشوفوا نفس الشيخ وصلنا نحصر نفسه للمنطقة ولو نبحث يختلف كل شيء فالبحث والأشخاص اللي تتبعهم أنت اللي تحدد تيبي تروح يمين ولا تيبي تروح يسار برنامج ما في عيب العيب مننا أحنا والعيب إنه إحنا نطلع عيب في برنامج ثاني وإحنا جلسين نتكلم في برنامج خربان سناب شات اللي نتكلم فيه أكرمكم الله تعرفون شي اللي فيه نزلك سبلور تحت وما تشوفون اللام كل شيء بس حتودي أتكلم كده وعلمكم إن الخراب إنه نتحكم فيه من بداية ما ننزل في النص وندم برامج ما لهم شغل بالخراب السلام عليكم اشتركوا في القناة